في مثل هذا اليوم عبر البحر وحيدا من المغرب إلى عدوة الأندلس هربا من سيوف بن العباس ليؤسس دولة ليس لها نظير دولة ستكون حديث العرب والعجم إنه سليل البيت الأموي عبد الرحمن الداخل سقر قريش مثل ما لقبه عدوه اللدود الخليفة العباسي أبو جعفر فحل بن العباس الذي قال فيه يوما في مجلسه لأصحابه حين سألهم أتدرون من هو سقر قريش فقالوا له أمير المؤمنين الذي راض الملك وسكن الزلازل وحسم الأدواء وأباد الأعداء يقصدونه هو أي أبو جعفر قال ما صنعتم شيئا قالوا فمعاوية قال ولا هذا قالوا فعبد الملك بن مروان قال لا قالوا فمن يا أمير المؤمنين قال عبد الرحمن بن معاوية الذي تخلص بكيده عن سنن الأسنة وضباط السيوف يعبر القفر ويركب البحر حتى دخل بلدا أعجمية فمصر الأمصار وجند الأجناد وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة عزمه إن معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذللا له صعبه وعبد الملك ببيعة تقدمت له وأمير المؤمنين بطلب عترته واجتماع شيعته وعبد الرحمن منفردا بنفسه مؤيد برأيه مستصحبا عزمه اشتركوا في القناة